أعود لكم مرة أخرى أزداء المشاهدين إقرار قانون الأسرة يعد هذا القانون نقلة نوعية وحضارية للكويت لاهتمامها بالأسرة التي هي أساس المجتمع وجاء هذا القانون ليحفظ للأسرة خصوصيتها بالإضافة لتوفير أماكن مخصصة للتقاضي أكيد ستكون بعيدة عن أيضا القضايا الأخرى سواء كانت هناك متهمين هناك أيضا مجرمين تم الحكم عليهم في أروقة المحاكم مميزات القانون وأيضا مثالبه هو محور حديثنا مع ضيفتنا المحامية الأستاذة نوف لروي حياة شاء الله أستاذة نوف سأل مباركة الله يحييك أهلا محمد الله يسلمك يعني من المقدمة الآن نحن نتكلم عن قانون الأسرة لكن الآن لو أعطيك هذا القانون وأقولك تلخصي ليها في جملة قبل أن ألخص لك القانون خلينا نفهم شنو هو قانون الأسرة قانون الأسرة قانون إجرائي ما يتعلق بأصل الحقوق مثل الحضانة من هو مستحقها من هو اللي لازم يأخذها وهو ما يناقش هذه الأمور وهو فقط يناقش الإجراءات اللي لازم أتخذها عشان أقدر أقتضي حقي من الطرف الآخر ممتاز فهو قانون إجرائي إجرائي نعم قانون إجرائي طيب قبل أن نوصل للإجرائي هناك أيضا اللي تفضلت مثل ما قلت هناك بعض الحقوق لأفراد الأسرة يأخذونها أين أول شيء؟ بالمحاكم؟ بالمحكمة؟ خلينا نقول أول شيء من الناس اللي يخضعون لهذا القانون ممتاز الناس اللي يخضعون للقانون هي الأسرة بشكل عام سواء والدين سواء حاضن سواء محضون زوجة أب وما إلى ذلك هذا القانون يطبق على الأسرة بشكل عام أنت سألتني إذا عندك مشاكل وين أرجع في السابق كانوا على طول يتجهون إلى المحكمة في رفع دعوة بالإجراءات العادية نلجأ إلى قانون المرافعات أقدم صحيفة دعوة وأخذ فيها جلسة وأستمر في الإجراءات الطبيعية ممتاز القانون اليديد أو قانون الأسرة قال لنا أنه ممكن للقضايا تستحق أني أنا ألجأ إلى المحكمة على طول وأرفع فيها دعوة ممتاز اللي يصير أن أنا في طلبات لازم أقدمها مفروض أني أقدمها وفي طلبات لا والله أتجه دايريكت إلى المحكمة من الطلبات اللي لازم أنا أقوم أني أقدمها قبل ما ألجأ إلى المحكمة موضوع الطلاق لازم أول شيء أقدم طلب على أساس يستدعون الطرفين ويحاولون الإصلاح ما بينهم وبعدها إذا ما صار في إصلاح طبعا القانون ما خلاها عايمة حددها بفترات زمنية معينة إذا ما صار خلالها الصلح تتحول عاد المحكمة إلى إجراءات بالإجراءات الطبيعية القانونية ينظرها القاضي ويحدد موضوع القضية هل بالتطليق هل وما إلى ذلك في طلبات أخرى يلزمني القانون أن أنا أقدمها إلى قاضي الأمور الوقتية تسمونها طلبات بعرائض لنفرض أن أنا أزيد ساعات رؤية الطفل لنفرض أن أنا أمنع الطفل من السفر أو أن أنا أخلي القاضي يسمح لي في السفر النفقة العدة النفقة الوقتية هذه الأمور كلها أسوي فيها طلب لقاضي الأمور الوقتية وقدم الطلب له وأنتظر ردة أما بالموافقة أو عدمه أو تحديد المبلغ الذي يشوفه القاضي مناسب طيب يعني ميخالف خليني أرجع بعد معاتش خطوة إلى الوراء مثل ما تفضلتي قلتي بخي نقول الزيارة زيارة الأبناء الساعات الرؤية الرؤية مد الساعات هنا كإجراء في محكمة الأسرة لكن تحديد الزيارة نفسها والرؤية كلها في محكمة الأسرة يكون في محكمة الأسرة كلها في محكمة الأسرة راح يكون طلب يقدم حاب الرؤية اللي ما عندها الحضانة إلى محكمة الأسرة طبعا لو تسألني بتقول لي والله استاذة معناته هذا القانون اختصر علينا وقت بالضبط وجهد ومسافات نحن لا ننكر أن هذا الموضوع اختصر فعلا جهد ومسافات لكن في بعض الأمور لما ينطبق القانون على أرض الواقع لقينا المشاكل اللي قاعد نشوفها يعني من المشاكل أنه ممكن قاضي الأمور الوقتية يقدر لك الرؤية يومين بالويكند من الساعة عشر الصبح لغاية الساعة عشر بالليل يوم السبت مثلا والجمعة ممتاز أنت تشوفها ممتاز لأنك رجل لكن أنا لما يكون عندي أطفال تاخذهم يومين بالويكند من الساعة عشر لساعة عشر أنا متأدرسهم متأجابلهم متأعلمهم فأنت ما قاعد تسمع الطرف الثاني وهذا اللي كان موجود في القضايا لأن القضايا تحقق مبدأ المواجهة أثنين هم يحضرون أثنين هم يقولون دفاعهم في بعض الأطفال عندهم حالات صحية معينة لازم ياخذ أدوية بطريقة معينة أنا لما أعطيك هذه الفترة الطويلة للرؤية بدون ما أمكنك من الدفاع بدون ما أمكنك من الرد علي أنت في النهاية الضر الطفل نحن الغرض من الموضوع كله أن أنا أساعد الأسرة في أن تتجاوز هذه المسائل بأفضل طريقة وأسهل طريقة لكن هذا الموضوع فيه شوية لبس بالتطبيق على أرض الواقع الآن إذا الأم مثلا متضررة من هذا القانون أو من هذا الحكم أنصح التعبير شو الإجراء؟ تعمل تظلم التظلم دعوة إجراءاتها إجراءات الدعوة تأخذ موعد وموعد جلسة وتحضر فيها وتقول أن أنا عندي الأسباب التالية اللي تخليني لا أقبل بهذا القرار من قاضي الأمور الوقتية وعلى أساسه ينظر القاضي اللي بعده ممتاز طيب الفترة في أثناء فترة التقاضي؟ للأسف أنها في أثناء الفترة هذه يكون ساري الحكم؟ ساري نعم طيب شو تسوي الأمهني؟ ما تقدر تسوي شيء؟ ما تقدر تسوي شيء لازم تنفذه لغاية ما تسوي التظلم ويطلع قرار التظلم الحكم في التظلم طيب ما في شيء اسمه إيقاف الحكم؟ هذه كلها إجراءات تبي وقت تبي وقت مجرد ما قاضي الأمور الوقتية يعطيك القرار أنت ملتزم في تنفيذه طيب خلينا نأخذ الآن هذا القانون ونفصله أكيد كل قانون بالنهاية هي قوانين وضعية تم إقرارها ولكن كل قانون لا مميزات وأيضا لا مثلا أمور لازم يتم تحسينها أو النظر فيها مجددا شنو مميزات هذا القانون؟ مميزات هذا القانون ويتسولفوا فيها خلينا نقول على الأشياء التي نرى سلبية والمفروض أنها تتعدل ممتاز بس على الأقل لأستاذ المشاهدين لأنني سأسألت أن هناك الكثير من الناس لا لديهم دراية بقانون الأسرة فأحنا اليوم نحتاج تسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون فعلا لكن إذا نقولها بنقاط شنو أفضل الأشياء؟ أفضل الأشياء تقدر تقول صندوق الأسرة صندوق الأسرة هذا صندوق تدعى القانون أو وضع القانون بحيث أن بعض الأحكام التي تصدر فيه فقط الأب أو الزوج أو الطليل يكون معسر ما يقدر يسدد؟ ما يقدر يدفع فالذي صار في صندوق الأسرة في محكمة قصر العدل الدور الرابع تقدر تقدم هذا الطلب بأن الطرف الآخر معسر وأنا أحتاج هذه الأموال طبعا هذا الصندوق يمول من مزارة العدل نفسها والمتبرعين هناك متبرعين نعم متبرعين في الموضوع فهذا يمكن من أكثر الأشياء ميزة في هذا القانون لأنه في ناس وايد تأخذ أحكام نفقة بس الطرف الثاني لا يقدر يدفع لا يدفع لها طيب أستاذ النوف على هذه النقطة أيضا كانت لنا بعض الوقفات مع بعض الأساتذة المحامين وقالوا بأكثر من مناسبة أن هذا لم يفعل إلى الآن حتى الآن لا يوجد شيء فعلي بس موجود المكتب موجود لكن هل أحد استلم بالفعل؟ للأمانة لا أدري إذا فعلا تم التسليم أو لا لأنها حالات خاصة لكن المكتب موجود والطلبات تقدم في قصر العدل الدور الرابع غيرها؟ غيرها قلنا أنه في أمور اختصر وقت فيها مثل ما قلنا لكن نفس الشيء نرجع لي الأمور نفس النقطة وهو المفروض أنه من مميزاته أنه خصص مكان مستقل صح مقر مستقل صح هذه الورق ميزة صحيح لكن بالواقع هي مميزة نهائيا استاذنا بالشوارع لما نمشي بالسيائر نرى الآن هناك لافتات في المحافظات بسهم ومحكمة الأسرة إذن هناك مكان فعلي في مكان فعلي لكن هذه الأماكن ليس مهيئة أنها تكون محاكمة غير مهيئة هذه إمارات سكنية تجارية استؤجرت من وزارة العدل وتم تفريقها على أساس تكون محاكم وهذا شيء ليس طبيعي ولا منطقي أنه أنا أحط محكمة في عمارة لأنه ما ستأدي لي الغرض أولا القاعات جدا صغيرة والأهم من ذلك مواقعها غير مناسبة مواقعها جدا مزدحمة ولو يدار مدارها وما تناسب أصلا أنه أيب أطفال أو أيب أسراتي تتحاكم في هذا المكان ففي توجه حاليا أنهم احتمالية كبيرة يردونها إلى المحاكم الأساسية لكن لو نرجع نأصلها في القانون نقول شوية كلام قانوني أن هذا مخالف للقانون نفسه لأن القانون في مادة الأولى قال أنه لازم تكون مقر منفصل تتكون من دوائر فأنا لما أرجع في نفس المحكمة الأصلية الكبيرة خالفت المادة الأولى أهيوة يعني خالفت الأساس مننا فالأصل أنه لازم يتعدل القانون أو يوقف لحين ما أنا أسوي محاكم ممكن أنها تفيلة في القرض يتم التقاضي فيها غير شيء استاذ أحمد الموضوع مو بس محاكم وأماكن الموضوع قدرة الموظفين أنا ييت فصلت الموظفين أول كان عندي مثلا نقول إدارة الإعلان كانت الإدارة تشتغل لكل الدوائر في نفس المكان ييت أنا فصلت الموظفين حطيت شوية في محكمة الأسرة وخليت الباجي في المحكمة الأصلية الكلية قدرة الموظفين على الإعلان هذا العدد الكبير من القضايا مو بذاك الزود مو منطقي أنت فصلتني فأنا عندي مشكلة في الإعلانات عندي تأخير في الإعلانات لأن أساسا الوضع كله مو مجهز فأنا يفترض أن أجهزها من ناحية المباني يفترض أن أجهزها من ناحية الموظفين كأعداد ممكن تلبي لي هذه الاحتياجات غير الإعداد لازم أعطيها دورة شنو قانون الأسرة شنو أنا دوري في قانون الأسرة ما ينفع أنا أن أخذ الموظف من المكان القديم وحطه في المكان اليديد وأقول لي الله اشتغل لازم أعلمه أن واحد اثنين ثلاثة الأمور تتغير بهذه الطريقة طيب تكلمنا عن المباني وعدم جاهزيتها وتكلمنا عن عدم القدرة الإنجازية لدى الموظفين لأنهم غير مؤهلين بالفعل وعدتهم مشكلة وما أخذوا الدورات وأيضا عندهم مشاكل في طريقة التواصل النقص عندنا بالأعداد نعم غيرها شنو عندنا من مثالب عندنا شغلة وايد مهمة تشريعية قانونية مثل ما أنت تعرف أن المحاكم كلها أو اللجوء للقضايا عندي ثلاث درجات درجة أولى التي تتكون من قاضي واحد درجة ثانية التي هي الدقق على الحكم في حال أن أنا رفضت التي هي الاستئناف تتكون من ثلاث مستشارين وفي النهاية عندي أيها التمييز هذه الأمور كلها موجودة ما عدا التمييز في قانون الأسرة ليش؟ لغى درجة التمييز لما قرأنا المذكرة الإضاحية يقول لك أن في السنوات الماضية محكمة التمييز قامت في دورها وأرست مبادئ قانونية وشرعت بما فيه الكفاية فما عاد لها داعي محكمة التمييز محكمة قانون ترسي مبادئ يديدة يعني مثلا اللي يصير معاي الحين في 2017 ونفس اللي كان معاي في 1970 ممتاز المبادئ الحياة تطور أنا مو كل يوم أبدل القانون وعدله وسوي عليه تعديل لكن محكمة التمييز تدخل في هذه الأمور على أساس تخلي القانون يواكب تطور العصر فأنا لما يأغل محكمة التمييز وغل إيدها ما عدا التطليق والنيابة هي اللي تحركها يعني أنا كفرد ما لي أي حق أني أنا ألجأي لمحكمة التمييز أبيز حكمي ما لي حق بس النيابة العامة هي اللي تقدر في حالة الطلاق التفريق فقط فقط لا غير فأنا أولا غليت يدي أنا كفرد كفرد عن حق من حقوقي في التمييز لما أنا أحس أني أنا مغبون في حقي أو مظلوم ثاني شغلة أنا أخليت في المبادئ القانونية اللي ممكن محكمة التمييز ترسيها لي وتقرها لي على الزمن على مدى الزمن فهذا بالنسبة لي عيب كبير لازم يتصلح طيب خلينا نستفيد شوية من خبرتك القانونية في هذا الموضوع تحديدا في هذه النطة الآن بسائر الدول الآن في دول العالم إذا كانت قضية منظورة لدى المحاكم لازم تقول لنا إذا بالكويت هم يمشي نفس النظام وعشان شديد يمكن ما فيه محكمة التمييز في الأسرة لكن في بعض الدول بالعالم يرجعون لقضية سابقة حدثت مشابهة نفس الأركان نفس الأمور ويرجعون للحكم السابق وبناء على يمشون بحكم هذه القضية المنظورة هذا بكل أنواع القضايا أنا ممكن أي حكم أسند فيه واقعتي له تمام فإذا لماذا تحتاجين أنت المحكمة التمييز؟ معناته أنا مني لعشر سنين جدام ما فيه أمور راح تحصلي دي ذا؟ شايف التطور اللي عندنا بوسائل الإثبات أول لا عندك تلفز تلفون يصور ولا عندك أنستجرام ولا عندك هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي إحنا الحين عندنا هذه زين بعد عشر سنين شنو راح يصير؟ شنو راح يصير؟ هل فيه أشياء راح تستجد زين المستجدات هذه مين راح يحتكم لها؟ هل راح أغير القانون؟ ولا أنا أحتاج محكمة التمييز إيه اللي تعطيني مبدأ قانوني يحل المسألة؟ فمحكمة التمييز أداء رقابية لا بد من وجودها ضرورية في هذا الشيء ضرورية جدا طيب منذ سريان القانون وتطبيقه على أرض الواقع إلى اليوم هل القضايا تعدت الاستئناف؟ يعني وصلت لمرحلة أنه حتى بالاستئناف يحس أنه المتخاصم يحس أنه لا أحتاج أنا إلى أني أميز الحكوم هذا شيء أكيد دائما الإنسان عنده قناعة أنه على حق بغض النظر بغض النظر إذا كان فعلا بأرض الواقع أو هو على حق أو لا فشعور أننا بلشنا التنفيذ هذا القانون من شهر تسعة فبلشت القضايا تخلص من أول درجة وثاني درجة خلصت فشعور أن أنا أبي أميز هذا شيء طبيعي لأن دائما الإنسان لا يلجأ المحكمة إلا يحس أنه رائحك فأنت لما تشيل مننا هذه الميزة فأنت حاس أن أنت ظلمت ممتاز أيضا تكلمنا عن ثلاثة نقاط يجب مراعاتهم في هذا القانون في بعض النقاط غير هذه النقاط حاليا هذا اللي في بالي لو أنت عندك استفسار أو شيء ممكن تقولي أنا بالنسبة لي عندي سؤال عن المباني المنفصلة في المحافظات اللي تفضلت هي النقطة الأولى بالنسبة لك هناك الكثير من الناس يقولون إحنا لا تردونها للدوائر الأصلية ولا تردونها للمحكمة لأنها تكون بعيدة علينا مثلا وصعب أن أخذ إسرتي وروح أتقاضى ولا بروح أطالب بحقي مكان وايد بعيد فوفرت لنا ميزة أنه يكون قريب يمنى لا مو صحي هذا الكلام أساسا للإمارات أو المحاكم اللي دي دي دا موش قريبة مو قريبة مو قريبة وأماكنها مو زينة في الزحمة في أماكن نوعا ما يعني مو زينة أماكنها بالعكس الأماكن الأصلية للمحاكم الكلية وايد أفضل منها خصوصا أننا الآن ما شاء الله يعني الجهرة في تحول المجمع الجديد للمحاكم مرتب بشكل تبارك الله يعني واجهة حضارية يعتبر مجمع المحاكم في الرقع في الرقعي كذلك فإحنا المحاكم الأساسية الكلية في تطور إحنا كان ممكن إيه المحكمة نوسن نسوي لها باب منفصل بس لازم نرجع للنقطة الأولى تعديل القانون ما ينفع أرجع أحط المحاكم أدمجها مع بعض بدون ما أعدل القانون فالأصل كان المفروض أن القانون يوضع ويتجهز له بعدين يطبق مو أطبقه بعدين أجهز بعدين أبلش أجهز أيوة يعني يفترض أنه أنا هو مو بيت أنا ننزل فيه وشوي شوي أثث يعني المفروض أنه خلاص أسوي كامل بعدين أخلي الناس يتقاضون ويشتغلون ويسوون شغلهم بالفعل لا أيضا نحن هو في قلب مجلس الأمة الكويتي في قلب التشريع الكويتي الآن يعني أكيد كلامك بالفعل محط أكيد تقدير أستاذ نوف وهناك الكثير من الأساتذة المحامين والمحاميات أيضا كان لهم في بعض النقاط فيما يخص هذا القانون وتحديدا قانون الأسرة قوات شاء الله أستاذ نوف ويعطيك ألف عافية الله يعافي وبالفعل نتمنى أن نتواصل مع القانونيين خلال الفترة القادمة أكيد نحتاج هذه التوعية والثقافة القانونية وما يصير تقتصر فقط على المحامين لأن بالنهاية الناس أهم أهم الأساس ووضع القانون لخدمتهم أكيد وخصوصا بالقانون مثل قانون الأسرة فهو يتكلم عن اللبنة الأولى والأساسية في المجتمع يعطيك ألف عافية كل الشكر للأستاذة المحامية نوف لرويح والحديث حول قانون الأسرة في دولة الكويت قوات شاء الله يعطيك الله يسلام نزعنا المشاهدين فاصل قصير راجعا لكم ترجمة نانسي قنقر